اشتركوا في القناة ولعلنا نستعرض إن شاء الله كتابه العظيم الذكريات ويتحدث عن نفسه فيقول إنني منذ أن كان عمري عشر سنوات حتى اليوم يتحدث هو عمره في بحر السبعين والثمانين أنه يقرأ كل يوم ست إلى سبع إلى ثمان ساعات أحيانا يوميا يعني فكان يحسب بالساعات ثم بالصفحات كم قرأ ويقول عن نفسي أن أوتي ذاقرة تستحضر وتعرف ما يقرأ بعض الناس يقرأ لكنه يتناسى أو ينسى أو لا يدخل معلومه بشكل جيد إلى عقله ولا يستطيع تحليلها هذا الكتاب من كتبه القديمة ليست الجديدة يعني التي كتبها وشاب فكرة الكتاب أنه يعمد إلى قصة تاريخية في بطون كتب التاريخ فيستخلص من هذه القصة أو من وحي هذه القصة الصغيرة قصة كاملة هي أدبية يزيد فيها ويمقص ويصور بقلم الأدبي الجو العام للقصة طبعا فتكون في النهاية قصة ليست حقيقية وإنما القصة الحقية سطر أو سطرين أحيانا تكون عبارة عن أشر كلمات استوحى منها هذه القصة مثلا على سبيل مثال قصة أهل سمرقمت لما طلبوا من الوالي الذي كان يليهم طلبوا منها أن يخرج لأن المسلمين دخلوا بطريقة غير شرعية كما يقول القاضي أو كما يقول الآن سمرقند فاحتكم الأمير السمرقندي أو الوالي السمرقندي المسلم احتكم إلى القاضي بأمر من الخليفة عمرو عبد العزيز وفعلا قال القاضي إنكم قصرتم في طريقة الدخول للبلد لم تعملوا الطريقة الشرعية المناسبة التي إمان تنذرهم وإمان تعرضوا عليهم الجزية وإما فأخرجوا وبعد ذلك يفعلوا ما تشعون فخرج المسلمون كلهم أو أرادوا أن يخرجوا من سمرقند عندها ثار أهل سمرقند وقالوا لا والله لا تخرجون وأبقوهم ودخلوا جميعا في الإسلام الفكرة أن الشيخ رحمه الله لما تقرأ هذه القصة تقرأ وصف للبلد ووصف للناس وطريقتهم في التقاضي وكتباتهم ورسائلهم ولم يكن من ذلك شيء سوى هذه القصة التي جعلها بين حاصرتين وبين قوسين وأشار إليها بل إنه مرة من مرات تكلم بخطبة عظيمة وذكر أن خطيبا من الخطباء الذي هو ابن سبط الجوزي لما جاءت له النساء بضفائرهن قالوا هذه مشاركتنا في الجهاد لطرد الصليبيين نقل على لسانه خطبة هائلة عظيمة جدا فكان بعض الفضلاء بعض من الخطباء المشهورين في مساجد مشهورة جدا في العالم الإسلامي في ذلك الوقت أخذ هذه الخطبة ونشرها ونسبها إلى سبط بن الجوزي وكان يظن أنها فعلا سبط بن الجوزي وإنما هي للشيخ أيضا طاوي أحكاها على لسانه وهكذا تجد قصة أبي سفيان مع ابنه زياد بن أبي سفيان الذي ادعاه بقطع النظر عن صحة هذا الأمر الشيخ أيضا طاوي أخذ سطرين فقط من مجيء زياد بن أبيه العمر والخطاب وقوله أبي سفيان لعلي رضي الله عنه أن هذا ابني فأخذ يحكي قصة قديمة لأبي سفيان وكيف نذهب للطائف وكيف نلتقى بإسهمية وهكذا من عجائب هذا القصص وهكذا في قصة المغيرة بن شعبة مع هند بنت النوان بن المندر وقصص أخرى كثيرة جدا قصة فروخ من أجمل وأمتع القصص التي ذكرت قصة فروخ الذي هو أبو عبد الرحمن والد ربيع بن عبد الرحمن الفقيه المشهور الإمام المدني الشهير ذكر قصته وكيف تزوج بزوجته ثم ذهب إلى الجهاد وفي النهاية هو لم يأخذ إلا سطرين من وفيات العيال بن خليكان حكى ونسج على منوالي هذه القصة والتي انتشرت للأسف عند كثير من الناس حتى ظنوا أنها هي القصة الأصلية الثابتة فأخذوا ينقلونها ويكتبونها ويوثقونها وهي من إنشاء الشيخ رحمه الله إلا أنه استوحاها من وحي القصة وهكذا تجد مجموعة كبيرة من القصص سواء كانت من القصص القديمة في صدر الإسلام أو من القصص المحدثة في القرن السابع أو الثامن أو ما بعد ذلك وأيضا تجد فيها في آخرها ذكر مسرحيات حتى أن بعض المسرحيات ذكرها قبل أن تشتهر مسرحيات السيرة النبوية والتي ألفها بعض المشاهير من الأدباء وكلها منشورة يعني هذا الجميل لتوثيق أقدمية المؤلف رحمه الله على غيره أنها أغلبها منشورة في الرسالة المجلة التي كان يكتب فيها الشيخ رحمه الله ثم جمعها في هذا الكتاب وتعجب الحقيقة من هذه القدرة السلسة على أن تأخذ قصة تاريخية ثم تحيك حولها من الأنسجة ومن المواقف ومن ظلال الموقف ومن خيالات عجيبة جدا حتى تكون قصة حقفية وهذه الفكرة فعلها كثير من المؤلفين فعلها نجيب الكيلاني مثلا كثيرا فعلها مجموعة من العليا باكاته طبعا قد يكون من أكثر الناس الذين فعلوا هذا في مسرحياته لكن للشيخ رحمه الله أسلوبه مميز حتى أنه كان ربما تظن أن هذه القصة الحقية التي حصلت وهي مجرد نسيج من وحي أديب على قصة تاريخية ميزتها أن فيها أدب وفيها إطلالها يصير على التاريخ وتحبب التاريخ للمتعدبين وأيضا من كان يحب التاريخ فإن تحبب بله الأدب والقراءة الأدبية فيضرب بين نسان عصورين بلاقوا بحجر واحد بل بقراءة واحدة أو بكتاب واحد إذن هذا كتابنا قصص من التاريخ لشيخ علي التنطاوي ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل وأنتم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته